هذا البرنامج برعاية جريدة العرب أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977 تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك متابعي قناة تلفزا تيفي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم البرنامج اللي جيكم من الاثنين للجماعة التسعة واربع متعلين مازلنا في متابعتنا وتغطيتنا للحادثة الألماء اللي شهدتها منطقة عمدون من ولاية باجة واللي أصفرت عن وفاة 27 شخص 27 شاب وشابة تتراوح عمرهم بين العشرين وثلاثين ناسنا بعدما كانوا متوجهين في رحلة ترفيهية إلى مدينة عين إدراهم اليوم القائمة متاع الضحايا هذه الحادثة ارتفعت وفيما أحد الضحايا كان في المستشفى لكن للأسف الشديد وفاته اللامنية في المستشفى رحم الله كل الضحايا وأسكنهم فرديس جنانه وإن شاء الله تمنيتنا بالشفاء العجل لبقية المصابين ولو أنه فما بعض المصابين حسب الأخبار القادمة من المستشفيات يعانون من خطر كبير وحالتهم حرجها تونا نحكيه عليهم أكثر في بقية تفاصيل البرنامج اليوم عدنا جملة من الضيوف بشيكونوا حاضرين معنا للحديث على خلفية هذه الحادثة أسبابها والحلول في ضيفنا الأول في البرنامج اليوم بشيكون النائب في البرلمان والقيادي في حزب تحية تونس سي وليد ألا جلاد مرحبا بك سي وليد أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة في البداية سي وليد كيفش شفت الحادثة كيفش تقبلتها يظهر لي تكررت الحوادثة في تونس خلينا نقوله مش مش الحادثة هذه الأولى حوادثة المرورية أمر العبيدي في الأستاذ مهى آدم بوليفة يظهر لي برش عليهم قبل كل شيء نحب نتقدم بالتعازي إلى عائلات شهداء نعتبرهم شهداء الأرهاب المروري التي قاعدة تحيش فيه بلادنا هذه ميش حادثة هذه فاجعة قام عليها الشعب التونسي كما عديد الفاجعات الأخرى اللي اليوم معتها فاجعة كبيرة هذهم 27 شاب الحصيلة الأخيرة من خيرة شبابنا معتهم من كل مناطق الجمهورية ماشيين يتفرهدوا ماشيين يرتحوا في مخاخهم من الحياة الصعيبة إلا أنهم معتها القاعدة ورواحهم فيه راجعين في سيارات إصعاف جثامين وعائلاتهم معتها مصيبة كبيرة مصعب جلل هذا ما يجرني للحديث كونه اليوم بعيداً عن الشعبوية وبعيداً عن الاتهامات من هنا وهناك والجهويات يعني نشوفه اليوم المناطق النقاط السوداء مش فقط في الشمال الغربي في كل مناطق الجمهورية فما ترق الموت ترق الجبلية اللي تفتقر لعديد الأشياء أنا أقول ذكرتني الحادث هذه بحادث قربس حادث قربس معطر ولليوم من وقتها تم اتخاذ قرار إغلاق طريق الجبلية طريق قربس ولكن لليوم طريق هذا المشروع هذا مرش النور لكن لدينا السؤال السوالي ده وخلنا نحكيه شوية يعني أنه اليوم مش نكونوا واضحين يعني نستضيفه سياسيين تابعين الشأن السياسي خلنا نحملوا المسؤوليات خلنا نعرفه تقسير وين التقسير ما الدولة ما الأطراف الكل نعرفه هذا اليوم كما قلت أنت مثلا الطريق الجبلي اللي في قربس لليوم ما زال ما تمش إصلاحه يعني نحكيه في عمدون من ولاية باجة نفس الحالة يعني لكن الطريق ما زال مفتوح شوف الطريق الجبلية صحيح جميلة في عندراهم في الشمال الغربي فمما أماكن خلابة وطبيعية معتها والناس تمشي الشعب تونسي وكل المناطق يمشي يستمتع بجمال طبيعة في الشمال الغربي لكن قاعد يشق في طرقات خطيرة وخطيرة جدا لأنه بنية تحتية هذا اسمه تريق شنون اليوم يجب أن فهم تحديد مسئوليات أولا هل الطريق متسبب نعم أم لا هذا يجب أن من هو لا اليوم أنا أنا ممتن جدا بمسار التحقيق في القضية هذه قاعد ياخو في مسار تحقيق جدي في القضية هذه قاعد ياخو في مسار صحيح فتم إيقاف صاحب وكالة الأسفار فتم بحث مع ملف كبير على ما يبدو لي ملف ممكن حتى ملف فساد وراء الحادثة هذه كيفية حصول الحافلة على التلخيص الفني إلى جانب فما ممكن أوراق مدنسة إلى آخر هذا يكشف على التحقيق هذا اليوم يلزم اليوم يلزم تحديد المسئوليات إذا كان أي مسئول في الدولة يلزم يتحمل مسئوليته أي مسئول تلاعب بأرواح الناس هذه اليوم يلزم كذلك هذا من ناحي في الحادثة هذه على صفة عامة اليوم يلزم يلزم تتبدر اليوم ما زل عنا الي يحرق ضوء أحمر اليوم في تونس ويقتل روح بشرية نعديه على قتل على وجه الخطأ عدي عام أو 8 أشهر هذا إرهاب أنت خط ضوء أحمر ماشي وقتلت روح ما يعني أنت اليوم فما التشريعات إلى جانب الحافلات هذه الكبار في السن حافلة في النقل العمومي أكثر من 20 سنة حافلة أكثر من 20 سنة إلى 25 سنة في النقل العمومي نخليه جانب التشريع من بعد خلنا بدأو هذا مسؤوليتنا هذا جانب من مسؤوليتنا خلنا بدأو في البداية اليوم التونسي سلسوالي يقول لك الدولة هذه مش حتى شني أعطاتني كيفاش قادرة تحميني اليوم الطرقات نشوفه فساد لدى المقاولين لدى استناد الصفقات العمومية اليوم التحقيقات التي تفتح هذه عن ماذا أصفرت في النهاية شفنا حديثة وفاة الرضع شفنا حديثة وفاة العاملات الفلاحيات اللي في النهاية اليوم حادثة أخرى يعني للعملات الفلاحيات اليوم يظهر لي أنت كوليد الجلاد نائب عن حزب رئيس الحكومة والناس كلنا عرفوا الشيء هذا اللي هو السيد يوسف الشاهد من 2016 ماذا تغير أو ما زلنا في نفس المشكلة وكل يوم كارثة تسيك أنت أحب تقول لي من 2016 أقول لك أنا من 2011 بدأت تغير هك كان وليون من قبل حتى 2011 وموجود هل قبل 2011 كانت مرباهية حتى قبل 2011 كانت مرباهية وقبل الدولة الوطنية كانت شو أنا من حب لك نقول في جانب شغل كان مانيش جاي هنا مش نزدغل الحارثة ونقول الدولة والدولة والدولة لأنه اليوم فلي قاعدين حتى اللي قاعد يموت بجوع السياسيين اليوم ما قلنا الدولة لتحمل المسؤولية يكون بشقور لا فما مسؤولية خاصة دولة خل كامل يذور لي جاي أنا أنا اليوم كي شخص يمشي يدل سوراق أو يضرب ملف وفما قضية عنش نحمل في الدولة المسؤولية لأن والحافلة ما عنداش الحق تمشي وفما قضاء في الحادثة هذه مش مش مبرر زي منت محادثة في روسيا مماثلة ومحادثة في المغرب مماثلة تقريبا في المغرب 17 قتيل قتيل في روسيا تقريبا 19 قتيل خليني اليوم فقط نحبوش نزدغلوا الحادثة ونصفيوا حسابات مع الدولة ومع الحكومة قتيل الدولة تتحمل جزء من المسؤولية شخص فقط نحن ننصفيش حسابات مع الحكومة لا مع الدولة لكن فقط أنت سؤالك قلت أنه اليوم إنسان يمشي يدلس هوراق ويقدمهم وإلا يقدم رشوة لمسؤول من أجل عطاء الرخصة رأولي أنه المسؤول هذاك اليوم في تونس وهذا واقع وتنسى كل يحكيه المسؤول هذاك يحس روحه محمي وما فهماش قانون يعاقبه واليوم يبقى في مكانه وشفنا عشرات الحوادث أنا أقولك اليوم إطارات الدولة أو كانت الإطارات الإدارة التونسية اللي موجودين وموقفين في قضايا فساد ما صارش في تاريخ الدولة هاتي عن طريق الهيئة مكافحة الفساد فما عديد الملفات قدمت القضاء تم عديد الإيقافات ما كناش قبل نسمعوا بمسؤول في الدولة أو يتوقف اليوم عديد هذا يتبع المسار الانتقالي اللي عايشين المسار الديمقراطي نحن شعب والدولة التونسية عايشين مسار الديمقراطي فما استقلال المؤسسين لم يوجد كل شيء نحملوه للحكوم الحكومة نحملوها صحيح نحملوها البنية التحتية نحملوها مشاكل عديد المشاكل معتها التنفيذية لكن فما سلطة قضائية تخدمها فما استقلال سلطة قضائية تخدمها وتحل أي ملف أنا كي قتلك اليوم سعيد فرحت معتها وقت اللي تم إيقاف شخص هذا وتفتح تحقيق جدي في الحال ويلزم نصارحوا به التوينس نلزم نصارحوا به وقلوا هل عندك ثيقة اليوم هل عندك ثيقة اليوم انو التحقيق التحقيق هذا مش يكون عنده نتيجة عندي مش تحقيق لانو متعهد به سلطة قضائية احنا كان وصلنا عندنا كانت ثيقة نستنى وكنا في نتائج جدية من تحقيقات سابقة مثلا حديثة وفاة الرضع يظهر لي في تونس كلمة نسمعها وتتقالي يقول لك اليوم تحب القضية لا لا ليس لجلة حتى قضائيا اليوم ولا فما تعطيل كبير يعني بعد إذا كانوا ونشكوا في السلطة القضائية فما تعطيل كبير اليوم للأساس لهمر دعني يقول أنا معك في الليجين كانت تحب موضوع تميعه حطه في لجلة لكن اليوم القضاء متعهد يقولوا القضاء وقضي التحقيق آمر بإيقاف وحل التحقيق جدي والقضاء اليوم متعهد بالقضية ويلزم تحديد المسؤوليات وأي مسؤول في الدولة مهما كان سيفته كان يثبت تورته في ملف بالملفات على القضاء أن يتخذ إجراءات اللازمة في حقه سي وليد خلينا نشوف وهذه مسؤولية القضاء تنسي خلينا نشوف البارح كانت جنازة عدد من ضحايا حديثة عمدون بعض التصريحات لأصدقاء للمقربين من الضحايا والجرحة وأيضا لصديق سائق الحافلة خلينا نشوفه ثم نرجع للحديث مع وليد جلاد القيادي في حزب تحيات ونس تحيات ونس نحن نشوف للمقربين ونس 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 احسن هذا كيس هذا كيس جاوب مثلا هذا كيس شفتوا أنت في التصوير كيف يش هذا كيس حتى بكربة لا نجم أمبيلونس 27 ألف أمبيلونس لا نجم لا نجم يخلطوه حي أخو أخو ونس لا نجم يخلوه في سبيتر بيجة فسليه! فسليه! يمشي البيجة! يمشي البيجة! يرجع! يرجع البيجة! يرجع البيجة! ويرجع البيجة! ثلاثة مرات! قلوا لي! قلوا لي! هذه حكومة! ما هي حكومة هذه؟ والشباب ضاع! والشباب يمشي على روح! والشباب ميت! ميت وكل مشي! الكيس مشبهي! عندما يلونسة جيه! يرجع البيجة! يرجع البيجة! يرجع البيجة! على شك! على شك! مال الدنيا! الدولة كلها متعوضش لا يا ولدي! اما حق ولدي ما يضيعش! برشو ميت وشيني! برشو ميت وشيني! برشو ميت وشيني! هذا اسم الملك تربين عليها العملية! تلاتين مليون! حبيش عملوا العملية! هم مرزي! هم طفل اسمه هي ببوكسير! معبو! كلها يحبوها في حالة مال! تشوف الاخصتاتي لها! لا تبدأ! جدنا نجم تحلي حد شاي! مهم منذ قضاء القضاء! شكرا لكم سمح ليش تحبنا نقولوا كيرثة متاع 26 عائلة معناتها في ليلة ونهار خرجوا معناتها بش يفرحوا وبش عملوا جو بش يتفردوا يروحوا لهم معناتها عائلتهم في سندق شنية كان الشعور معناتها متاع العائلتها ذيكا هذيكا بالرسمي لعباد معناتها شنية تحس أنا كمواطن عادي معناتها وعايش في وسط فوشانا وكين أسمع معناتها زوز من خيرد شباب فوشانا ووائل كما هيبا معناتها شنية كان شعورنا معناتها بالرسمي حاجة غير عادية نحمل المسئولية نحمل المسئولية ذية لثلاثة وزارات وزارة التجهيز كدرجة أولى اليوم ما فماش متابعة لل اللي قاعدين يخدموا معناتها في الكياسات اللي هما المهندسين وغير المقاولين معناتها فماش متابعة للأشغال متاحهم يعمل لك فيراج معناتها بلونغة لذيكا حاجة اختيرة على الأخير كيف كيف وزارة السياحة نورما ما هي تكون مشرفة على التنظيم بتاع الرحلات كيف هذه الرحلات سياحية معناتها داخلية كيف كيف نحمل المسئولية ذية لرئاسة الحكومة والجنرال نحب نوصل صوتي أول حاجة ساعة اللي يرحمهم واللي يرحم الشهداء أنا زميل شوفير نيخدم في أجونس سياحية صاحب إكسبريونس قديم برشة نحب نوصل صوتي للسلطة للدولة للوزارة السياحة اللي البروبليم الكلو موش يعني سرعة ولا حاجة عندنا كيران قديمة برشة فوق الـ 17 سنة عمرها 20 سنة فهمني تيخف الفازيتة بالفلوس تبقى الكار على بلاستها وفهم برشة وكالية أسفار يعني بلاش بلاش روريق يخدم بها شركة وهمية يعني التصور يوصل يعني شوفير إكسترا بش يخدم عليها ياخو في فان دينار 20 ألف ما تكفيهوش حتى فتورو وما يمشيش يجي غيرو نعانيه وشوفران تاع الكيران النقل السياحي نعانيه في معاناة شي غريب شي كبير الله يرحمه ويرحم الشهداء اللي توفيهوا معاه ورب يصابر أهلهم ونحب نوصل صوتي خاصة لوزارة السياحة تعمل كنترول على الكيران هذي كما شفنا متابعين الكيران يظهر لي مفهم حتى كلام ينجم يعبر على حجم الوجيهة هذه وليد جلاد شمش تقال يوم بعد لكلام هذا الاسبوع؟ هذي فاجعة ما في حتى شك وحتى اختلال وكل شي كل إجراءات ولا كل كلام ولا أي حاجة ما تنجمش تخفف على إلا الحق إلا ذور الحق وهذه مسئولية كبيرة أمام سيد القضاء كونه تحديد المسئوليات وأي إنسان ينتمي للدولة أو خرج الدولة يتحمل جزء من المسئوليز ويتحاسب بعيدا عن الشعارات الفضفضة اليوم كنا نشوف أنا سائق الحافلة اللي يرحمه ولوعد والدته البارح معتها وهو صديقه اليوم نشوف معتها كونه سائق الحافلة مشاب خمسين دينار لأنه أطرد من وكالة أسفار كان يعمل فيها ولا يرحم ولا السائق اللي كان ضحية من ضحية اللي كان ضحية من ضحية مشي على لقمة العيش حسب تصريحات عائلته حسب تصريحات عائلته فإنه زوجته حامل في الشهر الثالث وكان يجيب في الفلوس من أجل التحاليل باش تقوم بها مش أذية أذية اللي تم تصريحي اليوم سي ولي تشوفوا العائلة تقول لك اللي اليوم كياس ما تعملش ما تبدلش اليوم كانت شركة صينية اللي خدمته كانت طالبة أنه يكون جسر منذ سنوات يعني قالوا أنه مستحيل يتعدى كياس بالطريقة هذيك في منطقة عامدون في المنطقة هذيك نشوفوا بنية تحتية بالحالة هذي نشوفوا حالة الفساد اللي نحكيوا عليها أنه الرخص أو الإجازة الفنية يظهر لي هذوما الحاجات اللي ندروا فيهم القضايا الكل مش حتى القضية هذي فما جزء كبير بالمسؤولية تتحملها الدولة الدولة لو مش حكومة تقول دولة دولة منذ سنوات مش مليون حكومة يوسف الشاد هي جملة من الدولة ومش حكومة هذي الحكومة الأخيرة الدولة التونسية منذ الاستقلال خلينا تقول ونقبل حتى الاستقلال هذي اليوم هذي مسؤولياتنا وهذه مسؤولية كل سياسي وذك علش قلنا هات نبعدوا على الشعبوية ونحطوا المشاكل الحقيقية متاع بلادنا مهيش النقطة السودية الوحيدة منطقة عامدون نشوف الكاف في الشمال الغربي في سيليانة في المناطق الجبالية في الجنوب التونسي في الوسط في جهة القسرين طرق عديد مخاطر في نقاط مختلفة من طرقات في المناطق الجبالية وحتى في الطرقات والمسالك الفلاحية اليوم الموضوع هذا هل نتناولوه كمشكلة وطنية بعيدا عن تجاذبات السياسية وانا نحملك المسؤولية وانت نحملني مسؤولية واش كون كان السبب هو تجاذبات السياسية والمحاصة الحزبية والمشاكل الحزبية والمشاكل بين السياسيين اليوم المشكلة هي اللي ما خلتش اليوم نكون عندنا برنامج اليوم عناش نحملوا المسؤولية للسياسيين لانه هما صانعي القرار في البلاد هذه الخلافات الليبناتهم تعطل تعطل مصالح البلاد تعطل البرامج مشاكل هذه بعد الثورة وقبل الثورة اي مقبلة ونقاط السوداء هذه في طرقاتنا وخاصة بعد الثورة لانه مقبل الثورة ما كانش فما على قل السياسيين قادرين اهم يتكلموا لكن فما كانت دولة قادرة لكن دولة كانت عندها امكانيات وقادرة كونه تقوم واجبها في عديد المشاكل كانت المالية العمومية وضحها خير من الوضع الحالي كان عديد نسبة النمو كانت كان المالية العمومية كانت هذا مش بتنرجع تعمل البعض والتو سي ولي دوليوم بعض القرارات في رئيسة الحكومة بعض القرارات من الاسراع بتحديد المسؤوليات مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرض وتنظيم الرحلات ايضا مراجعة منظومة سياقة العربات واصدار امر يتعلق برخصة السياقة اقرار شهادة كفاءة مهنية اجبارية ملاحظة اليوم كيف ترى القرارات هذه وهل انها كافية اليوم من اجل اصلاح الوضعية هذه ممكن اجراءات وقائية عاجلة لا تعود تتكرر او تنقيس من الكوارث هذه لانه ديما حتى مسؤولية البشر المسؤولية البشرية موجودة المسؤولية المسؤولية مشتركة طرقات في تونس طرقات الموت في كل انحاء الجمهورية ونقص نقص الامكانيات ونقص ومشاكل المالية العمومية متاع الدولة وخاصة في ميزانية التنمية ونعطبون حدو الأولويات المشكلة اللي زاد الميزانية التنمية هذه تمشي في جهوب بعض الفاسدين أيضا وهذا واقع على السلطة القضائية ان تلعب دورها ان شاء الله وليد الجلاد ان شاء الله قريبا ان شاء الله ندار كل مشاكل هذه ان شاء الله تونس تمر من الله لتكاتف كل الأطراف وخاصة السياسيين وبعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن تحامل المسؤوليات وبعيدا عن ملكافة السياسي فما أرواح فما أرواح هذه كنا مسؤولين عليها أمام الله كل مسؤول في الطبقة السياسية الحالية أو السابقة رأوا يتحمل جزء بالمسؤولية وهذا خطابي للسياسيين لكلنا ببعض اليوم مع المشاكل هذه هات نبعدوا على التجاذبات ونبعدوا نتحمل المسؤوليات ونقضوا على التاولة ونعطيه الحلول والمقترحات على الأقل باش نمنعوا هذا رواح البشرية في هذا الإطار حتى باستضافتنا لسي وليد الجلاد أو بعض القيادات الحزبية ما حبيناش تحكيوا على تكوين الحكومة يظهر لي اليوم المشاكل هذه بتاع تكوين الحكومة وشكون في المعارضة وشكون في الحكم ما هيش هي اللي باش تقدم بالتوانسة وما هيش هي اللي باش تخلينا نمشيوا للبرامج باش خليوا الناس تخدم مش باش نبقا في مشاكل هذه في قربس صارت في عديد الأماكن عنا عديد طرق فما طرق اسم طرق الموت ما مش فقط عمدون صحيح مشكل كبير عمدون هذا تقريبا ألاف الحافلات يمشيوا يوميا يعني اليوم كل يوم حافلة نجم تكون تقول لك الطريق هذا رحلات خاصة أن نحن مقدمين على فصل الربيع وتعرف معتها في فصل الشتاء وفصل الربيع المنطقة عند راهم وتبرقها جلابة تقريبا ألاف الحافلات يمروا من طريق هذا ومثالة الأزمات قادمة يظهر لي البرد اللي باش يكون وامكانية تساقط الثلوش الله رب يحمي بلادنا شكرا لك وليدا الجلاد القيادي بحزب تحية تونس شكرا جزيلا لحضورنا شكرا مازلنا امتابعين حلقتنا بعد قليل ضيف جديد للحديث عن حديثة عمدون بشكونا معنا السيد أمجد رضوان عن عمادة المهندسين للحديث على ما تقوم به وزارة التجهيز كل الحديث عن الفساد الذي ينخر الموسات في تونس وكل القطاعات بعد قليل لنا عودة